السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحب بكم هتكلم عن موضوع عجيب وغريب وأتمنى أنتم تسمعوا الفيديو ده للنهاية علشان تتعرفوا على أسرار عالم الجن والعفاريت الجن السفلي والجن العلوي وقبل ما أبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة هاكون شاكل لكم جدا لو أجابكم الفيديو ده تعملوا شير ولايك طبعا تعليقاتكم أسفل الفيديو تهمني جدا اكتبوا في الكومنتس أسفل الفيديو أو في التعليقات أرأكم واقتراحاتكم ولو كان في نقد اكتبوا حضراتكم كمان النقد وأنا أهتم بكل حاجة وهسمع أرأكم وأراها واهتم بها وأجاوب عليها شكرا لكم نبدأ مع بعض الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه عن أسرار عالم الجن والعفاريت ينقسم العالم من حولنا إلى عالم سفلي وعالم علوي العالم السفلي هو عالم الإنس والجن والشياطين والأرواح والأشباح وكمان وكمان العالم السفلي ده في حيوانات وتيور وأسماك كمان في العالم السفلي بيوجد كائنات ومخلوقات لا نعلم عنها شيئا حتى الآن قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا العالم العلوي موجود فيه الملائكة المسخرة من عند الله والجن العلويون وكان إبليس قبل خلق آدم ملك من الجن وكان اسمه عزازيل قبل ما إبليس يعصى أمر الله سبحانه وتعالى وقبل ما يمسخ ويطرد ويصبح من أسفل السفلين علي لعنة الله حذر ربنا من إبليس لأن إبليس اتمرد وما رجيش يسمع أوامر ربنا سبحانه وتعالى لم يطع الله تكبر تمرد على أمر الله كان إبليس قبل ما يتمرد ويعصي الله سبحانه وتعالى كان ليه شكل نوراني ولكنه تحول لشكل ومظهر مخيف عشان ربنا سبحانه وتعالى ما بقاش راضي عليه احنا لازم يا جماعة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي هو إبليس اللي عليه لعنة الله العالم العلوي بيحكمه سبعة ملوك كبار والسبعة الملوك الكبار في العالم العلوي دول في السبعة دول بيحكموا كل الجن العلوي والأرض ولازم علينا إن إحنا نميز ونفرق بين الجن العلوي والجن الأرضي وكان على الأرض قبل خلق آدم عليه السلام كان فيه حروب طاحنة كان فيه حروب ما بين ممالك وأمم عالم الجن السفلي اللي هو الجن اللي عايش تحت الأرض وعالم الجن الأرضي فعالم الجن السفلي اللي عايش تحت الأرض هو العالم اللي ما بنشوفوش لأنه هو تحت الأرض وموجود كمان جن أرضي كان الجن الأرضي ده بيظهر للإنسان زمان بس ربنا سبحانه وتعالى رحمة بعباده ما بيخلهمش يشوفوا الجن الأرضي لأنه شكله مش كويس طبعا الجن الأرض ده بيعيش ما بين البشر قامت من زمان قبل خلق الإنسان أو قبل خلق آدم قامت حروب طاحنة بين الجن السفلي والجن الأرضي وده كان قبل خلق آدم عليه السلام وتم سفك الدماء ما بين الجن دوت والجن ده يعني حصل سفك للدماء فربنا سبحانه وتعالى نزل ملائكة وهي عبارة عن أرواح نورانية محببة وخيرة جدا ولما ربنا سبحانه وتعالى نزل الملائكة للأرض كان الهدف أنه ينقذ الأرض من شرور الجن والشياطين وفعلا قدرت الملائكة قبل خلق آدم أنه تهزم الشياطين وهربت الشياطين إلى البحار البعيدة خوفا من النور الرباني اللي وهب ربنا سبحانه وتعالى للملائكة النورانيين اللي بعتهم عشان ينقذ الأرض من الجن اللي بيتطحنوا أو بيتخنقوا مع بعض بشكل عنيف وبيتقتلوا وبكده مهدت الأرض لآدم عليه السلام ومهدت الأرض كمان لزوجته حواء والأرض أصبحت صالحة لبني آدم طبعا يعني عشان كده بنلاحظ أن الجن السفليون دولت بيخافوا جدا وبيكرهوا جدا الملائكة وبيرهابون منهم يعني بيخافوا منهم بشكل كبير فربنا سبحانه وتعالى ذكر الكلام ده في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى تنذل الملائكة والروح فيها بإذن ربك قدروا الملائكة قديما أنهم يقضوا على ممالك الجن السفلي وكمان على ممالك الجن الأرضي وده زي ما قلت لكم كان قبل خلق آدم وقدر نبي الله سليمان أنه يسيطر على الجن بإذن من الله وجعلهم ربنا خدمين عند آدم عند سيدنا سليمان وكان الجن بيخشوا نبي الله سليمان لأنه كان بيؤمرهم بالعمل وكانوا بيشتغلوا شغل شاق وكانوا بيخدموا نبي الله سليمان وفي يوجد نوع من الجن الصالح اللي بيعيش في العالم العلوي كمان موجود جن سفلي بيؤمن بالله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه قال في كتابه الكريم وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان أو خلق بني آدم وخلق الجن عشان يابدوه عشان كده بيلاقي في الجن السفلي بعضهم مسلم وموحد بالله وبعض الجن الآخرين برضو يعني مسيحيين ويهود وهكذا يعني أقدم ملك من ملوك الجن السفلي اللي بيؤمن بالله عز وجل ويوحد به اسمه الجن دوت اسمه الجن السفلي المؤمن بربنا عز وجل اسمه شمهورش اسمه إيه شمهورش وكان الجن شمهورش ده اللي هو بيؤمن بالله سبحانه وتعالى كان بيعيش شمهورش أيام الملك وأيام نبي الله سليمان ولكن هل هو بيعيش لحد النهاردة أيوة بس السنه طبعا أصبح كبير لأنه هو الجن زي ما احنا عارفين بيعيش فترة طويلة جدا عن الإنسان وأنا عايز أقول هنا أن الجن أصناف أصناف الجن أصنافه أنواع كتيرة فبيوجد جن سفلي وجن علوي بيوجد جن صالح مؤمن بالله عز وجل وبيوجد كمان جن شرير كافر ما بيؤمنش بوجود ربنا وأشر أنواع الجن هو إبليس اللي هو الشيطان الرجيم اللي أمر ربنا أن يسجد لآدم فتمرد وتكبر على الله وقال ربنا سبحانه وتعالى زي ما الحكاية بيأت معروفة جدا قال ربنا للملائكة اسجدوا فسجدوا جميعا إلا إبليس يعني ربنا أمر الملائكة أن هما كلهم يسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا أبا يعني إيه يعني مرضيش وتكبر تتمرد وقال لربنا كيف أسجد لآدم وقد خلقته من تين وأنا خلقتني من نار معروف أن الجن مخلوقين كلهم من النار والملائكة والملائكة مخلوقين من النور والإنسان بيعتقد كان بني آدم أو آدم السبب في طرده من العالم العلوي اللي كان بيعيش فيه معذف مقرم إذن بنقدر نقول إن فيه أنواع وأشكال من الجن فيهم اللي جواء أرواح نورانية سامية ومنهم من الجن اللي فيهم أرواح ظلمانية سفلية شريرة ومن الجن موجود ملوك وأمراء ووزراء وجنود وعلماء ومنهم أيضا الخدم فهو الحياة عالم عجيب عالم غريب خلقوا ربنا سبحانه وتعالى فإحنا كبشر من خلق الله والجن أيضا من خلق الله وهو اللي عارف إيه اللي جوانا عارف إيه اللي جوه الإنسان وإيه اللي بيفكر فيه واللي بيخطط له وإن كان إنسان زي الشيطان عشان كده ربنا بيحذرنا من شياطين الجن ومن شياطين الأنس وعارف ربنا سبحانه وتعالى إيه اللي بنعمله بالزبط وإيه اللي بنخبيه فهو ربنا سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لأنه هو خلق كل الكائنات بنقسم الجن لقبائل عديدة فالعالم السفلي بيحكمه مالك واحد من الجن وهو اللعين إبليس هذا الشيطان الرجيم وبيساعد إبليس في يعني في اللي بيعمله ده وفي حكمه بيساعده أبنائه المقربين منه وبيعبدوه بيعبدو إبليس وبيكفره بربنا سبحانه وتعالى وبيمثل لعالم السفلي الشرور على الأرض يعني الشر موجود على الأرض وفي العالم السفلي العالم الأرضي بيحكمه سبع ملوك أرضية وهم عبره عن قبائل عديدة فيهم مسلم وفيهم مسيحي وفيهم يهودي وفيهم طبعا زي ما قلتلكم المؤمن وكمان فيهم الكافر أما العالم العلوي فموجود فيه الجن المؤمنين بوجود الله سخرهم ربنا لعبادته طول الوقت فهو جن صالح رفعهم الله مكانا عالية وكان إبليس زي ما قلتلكم بيعصى قبل ما يعصى ربنا من الجن الصالح ولكن بسبب معصيته لأمر الله وإنه ما سجدش لآدم أصبح ربنا مش راضي عليه وأصبح شيطان إبليس هو الشيطان عليه لعنة الله ولازم أنه نعوذ بالله من هذا الشيطان الرجيم الذي يدعى إبليس عليه اللعنة ربنا يبعد عننا وربنا يبعد عننا كمان شياطين الأنس وفي النهاية كلنا بنطلب رضا الله وربنا ينولنا رضاه ويرضى عننا يا رب ويدخلنا جناته الواسعة سبحانك يا أرحم الراحمين إبعد عننا الشيطان الشيطان إن كان شيطان الجن إبليس عليه اللعنة أو شياطين الأنس شكرا لكم ده اللي أنا كنت عايز أقوله النهاردة أتمنى إن الفيديو ده يكون نالإعجابكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديدة هيكون شرف ليا جدا إنكم تشتركوا في القناة وأكون سعيد بيكم لما تعملوا لايك وتشايروا الفيديو اللايك مهم جدا عشان اليوتيوب بيشوف إن انتم عاملين لايكات كتير للفيديو فبيرفع الفيديو ويتفرج عليه أكبر عدد ممكن للاستفادة آراءكم تهمني جدا ياريت تكتب رأيكم أسفل الفيديو في الكوممنس أو في التعليقات وإن شاء الله هرد على آراءكم ومقترحاتكم ولو عندكم أي نقد هكتب بردو وأقول يعني إيه اللي ممكن نعمله علشان نقرب دايما من بعد ونصبح عيلة جميلة بنقدم معلومات شيقة جميلة تعجبكم إن شاء الله إلى اللقاء في فيديوهات أخرى قادمة كان معاكم أخوكم محمد مصطفى سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر